السؤال لرقم 22 عندنا محطة كهرباء قدرتها يبقى دي قدرة المحطة باور محطة بكام بربعمية كيلو وط يبقى هدرب الربعمية في ألف هتطلع أربعة في عشرة قصة خمسة هدي السفرين وثلاثة صفار بتعود الكيلو إيه لو مستهلك يبعد عنها خمسة كيلو متر حوار المحطة ومكان الاستهلاك ومسافة ده المقصود منه إن أنا أحسب مقاومة الأسلاك إزاي بقى؟ أولا السلك اللي بيربط بين المحطة التوليد وأماكن الاستهلاك لازم يبقى سلك رايح جاي ليه؟ لأن الطيار الكهرابي لا يمر إلا في مصار مغلق وبالتالي أنا معايا المسافة خمسة كيلو هتضربها في اتنين عشان أعرف الأسلاك المستخدمة الأسلاك قد المسافة مرتين عشان يبقى السلك رايح جاي طب وده هيفيدني بإيه؟ أكيد النوعية دي من المسائل هيقول لك على مقاومة الكيلو متر الواحد وأنا لما أجت عامل مع المقاومة عايزة مقاومة السلك كله مش مقاومة الكيلو متر الواحد فدي عشان أحسب منها المقاومة أقول المسافة اللي عندنا اللي هي خمسة كيلو أضربها في اتنين علشان ده هيحتاج سلك رايح جاي في مقاومة الكيلو متر الواحد اللي هي واحد من عشرة هيطلع واحد قوم خلي بالك أنا محولتش لإن معايا المسافة بالكيلو متر ومعايا المقاومة مقاومة الكيلو متر وبالتالي كده الناتج هيطلع من غير تحويل تمام طيب الكدرة المحطة أربعة في عشرة قص خمسة وجهد المحطة ألفين يبقى في محطة ألفين تمام ومقاومة الكيلو متر اللي أنا خلاص فعايز كفاءة النقل وإذا هنأجل الجزئية دي لغاية ما نجيب كفاءة النقل في الحالة الأولى كفاءة النقل كفاءة النقل عبارة عن الكدرة الواصلة اللي انت بعدتها على كدرة المحطة في مية هي دي كفاءة النقل طب عشان أجيب الكدرة الواصلة أعمل إيه؟ أنا دلوقتي معايا باور محطة ومعايا V محطة الباور بيساوي V في I فأدم معايا باور محطة وV محطة أقدر أجيب الطيار اللي هيخرج من المحطة اللي هيمشي في الأسلاك يبقى الI بيساوي الباور على V الباور 4 في 10 في 5 على ال V اللي هي 2000 هيطلع معايا طيار 200 أمبير وده طيار كبير جدا طيب الطيار اللي هيمشي في الأسلاك عرفته 200 أمبير كده في قدرة هتستهلك في الأسلاك لأن احنا عرفنا أن في مقاومة للأسلاك طيب الباور المستهلكة في الأسلاك I تربيع فقار يبقى هيقع مننا في الطريق وإحنا بننقل الكهرباء كهرباء هي دي تعتبر هادر دي مش هتوصل I تربيع هنربع I يعني هنقول 200 الكل تربيع في قيمة المقاومة اللي احنا حسبناها اللي هي واحد هتطلع الكدرة المفقودة أو المستهلكة أربعة في عشرة أسربعة كل دا كده مرمي على الأرض كدرة مش استخدمت تمام طب أنا عايزة أعرف اللي وصل باور الواصلة كدرة الواصلة هتساوي الباور اللي عند المحطة اللي هي أربعة في عشرة أسخمسة أشيل منها الباور المفقود اللي هو أربعة في عشرة أسربعة هيعرف اللي وصل كام هلاقي كده اللي وصل حوالي ستة وتلاتين قدامها أربعة تصفار تمام نجيب بقى الكفاءة النقل كفاءة النقل هتساوي اللي وصل دا اللي هو سئة تلتمية وستين ألف على الأصلي اللي هو أربعة في عشرة أسخمسة اللي هي كدرة المحطة في مية هتطلع كفاءة النقل تسعين في المية تمام طيب وإذا رفعت الجهد في المسألة بيقول لي لو أنا هرفع الجهد ليه عشرين ألف مش ألفين هزود سفر عشرين ألف لو أنت رفعت الجهد كده هيبقى الكفاءة هتتحسن إيه اللي هيثبت الكلام دا الخطوات اللي إحنا هنعملها هنرجع نحل كأنها مسألة من جديد ونجيب الطيار اللي هيمر في الأسلاك آي محطة الآي هتبع بار عن قدرة المحطة اللي هي زي ما هي أربعة في عشرة أو سخمسة بس الفي محطة اختلفت مش بقت ألفين بقت عشرين ألف بقت عشرين ألف تمام هنلاقي الطيار اللي هيمر في الأسلاك طيار قمطة هتبقى أقل عشرين أمبير دا طيار أقل بكتير من الطيار اللي هيمر وبالتالي الكدرة المفقودة كمان هتقل اللي بيقع في الأرض ويضيع مننا هيقل الباور هتساوي آي تربيع فقار هنربع العشرين ونضربها في واحد هيطلع معايا الكدرة ربعمية واط وده أفضل بكتير من الكدرة اللي كانت في الأول اللي هي أربعين ألف كده بقت ربعمية واط نيجي بقى نشوف الكدرة الواصلة الباور الواصلة نقول الأصلي أربعة في عشرة سخمسة هنطرح منه اللي وقع اللي هو ربعمية هيطلع الناتج تلاتة تسعة تسعة ستة بوينت سفر سفر يباحنا دلوقتي عرفنا الكدرة الواصلة تعالوا بقى نجيب الكفاءة هنقول الكفاءة هتساوي اللي وصل ده تلاتة تسعة تسعة ستة سفر سفر على الأصلي اللي هو أربعة في عشرة قصة خمسة في مية هتطلع الكفاءة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية فعلا اتحسنت عشان كده بيستخدم عند محطات التوليد محاولات رافعة للجهد عشان تخفض الطيار وبالتالي نقلل من الكدرة المفقود يباحنا عندنا كده الإجابة هتبقى إيه الإجابة هتبقى رقم جيم إن في الأول تسعين في المية ولما استخدمت العشرين ألف بقت تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية تسعين في المية